بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والموسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم أعزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر أهلاً بكم في لقاء متجدد المستمر في مادة رغتي من هذا الفصل الدراسي الثاني في دلس من دروسها حول الحروف العربية الهجائية وصلنا يا أحبتي في دلسنا وفي دروسنا التي أخذناها إلى حرفنا الحرف ف وما يميز يا أحبتي حروف هذه الوحدة الثالثة وحدة مدينة حرف الس الش الص الض وكذلك الف هنا أن لديه أكثر من شكل أن كل هذه الحروف لديها أكثر من شكل فالس والش والص والض لديها شكلان مختلفان أما هنا يا أحبتي في حرف الف فلدينا تعدد أكبر وتميز أكبر وحالة خاصة خاصة عندما يتصل الحرف بما قبله إذا اتصل الحرف بما قبله في أثناء الكلمة أو في آخر الكلمة فسوف يظهر لدينا شكل جديد جديد متصل وسنتعرف عليه في حينه بمشاعة الله في الدرس القادم يا أحب في الدرس الماضي بارك الله فيكم أخذنا وقرأنا كلمات وقرأنا جمل هذه الجمل كانت تحكي قصة حول فصل نورة المرتب الذي كانت تتحدث عنه فكانت تقول أن فصلها مرتب فالمقاعد مصفوفة والكتب على الرف وثم انتقلت إلى زجاج النافذة فقالت أن زجاج النافذة في هذا الفصل كان نظيفا قرأنا هذه الجمل سويا قرأناها في البداية بصوت معلم فركزتم معي بصريا وسماعيا ثم بعد ذلك مع التركيز البصري والسماعي تحدثتم بصوت هذه الكلمات خلفي الآن يا حبتي سوف تتحدثون بصوت هذه الكلمات ولكن لوحدكم أريد منكم الآن التركيز البصري على هذه الجمل التي تظهر أمامكم في صفحة 184 أريد منكم أن تركزوا فيها جيدا وتقرأوا هذه الجمل هل أنتم مستعدون؟ بارك الله فيكم نعم يا حبتي إذن لدينا جملتان جملة في الآلة وجملة في الأسفل أريد منكم بارك الله فيكم أن تقرأوا هذه الجمل دقيقة واحدة بإذن الله أنها كافية لقراءة هاتين الجملتين هيا بنا بارك الله فيكم دقيقة واحدة ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأقرأ هذه الجمل مرة أخيرة لكي تستكشفوا وتميزوا وتقيموا كراءتكم فهيا بنا وصيكم يا حبتي بوضع خط أسفل الكلمة التي لم تصب في كراءتها هيا بنا فصلي مرتب المقاعد مصفوفة والكتب على الرف الجملة الثانية زجاج في ذات نظيف لاحظوا بارك الله فيكم أننا قرأنا هذه الجمل قرأتموها أنتم وقرأتها الآن لكي تقيموا صحة كراءتكم فأرجو منك أن تضع خطا إذا كان لديك صعوبة أو خطأ في كراءة هذه الكلمات كذلك كافئ نفسك ضع علامة صح أمام الكلمة أو أعلى الكلمة التي قرأتها بشكل صحيح صحيح الآن يا حبتي المرحلة التالية والخطوة التالية هي استخراج الكلمات التي أتى فيها الحرف فأ أريد منكم بارك الله فيكم أن تضعوا دائرة حول الكلمة الكلمة التي أتى فيها حرف فأ لدينا هنا عدة كلمات عندنا عدة جمل أريد منكم بارك الله فيكم البحث عن الكلمات التي حوت ضيفنا فأ وتضعوا حوله دائرة هيا بنا دقيقة واحدة يا حبتي لتنفيذ هذا النشاط وهذه المهمة أحسنتم يا حبتي انتهى الوقت ضعوا القلم والآن تعالوا معي نفحيك بشكل صحيح نبحث عن الكلمات التي أتى فيها حرف الفأ نبدأ بأول كلمة هل أتى فيها الحرف فأ أحسنتم نعم إذن نضعوا عليها دائرة ثم ننتقل إلى الكلمة الثانية هل أتى فيها حرف فأ لا الكلمة الثالثة هل أتى فيها الحرف فأ هذا يشبهه ولكن نقطتان إذن ليس حرف فأ إذن لا يوجد الكلمة الرابعة مصفوفة هل أتى الحرف فأ نعم أحسنتم أتى مرتين فنضع كذلك دائرة ننتقل إلى الكلمة التي بعدها الكتب لم يأتي على لا يوجد حرف فأ الرف نعم يوجد حرف فنرسم دائرة إذن لدينا حتى الآن ثلاث كلمات ننتقل إلى الجملة الثانية زجاج النافذة نظيف زجاج هل فيها حرف فأ بالتأكيد لا إذن التي بعدها النافذة نعم النافذة أخذناها في الدنس الماضي أتى فيها الحرف فأ حسنا نظيف أحسنتم نعم أتى الحرف فأ كذلك هنا في آخر الكلمة إذن كم كلمة لدينا فيها الحرف فأ هنا أحسنتم لدينا خمس كلمات حتى الآن أتى فيها الحرف فأ أتى في أول الكلمة في أثناء الكلمة في آخر الكلمة أشكال متعددة وأماكن متفرقة للحرف فأ هيا بنا يا حبتي نحصرها حرفا 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 وكلمة كلمة أول كلمة كلمة فصلي الحرف فأ أين أتى في أولها كيف كتب هذا هو الحرف فأ كيف كتب أحسنتم كتب بهذا الشكل إذن لاحظوا هنا سأرسمه هنا أتى بهذا الشكل لاحظوا دائرة الحرف تكون مرتفعة قليلا عن السطر لو رسمنا خطا هنا لو وجدنا أن دائرة الحرف مرتفعة قليلا لاحظوا الارتفاع من السطر إلى دائرة الحرف ارتفاع قليل وبسيط عن السطر هذا هو حرف فأ عندما يأتي في أول الكلمة حسنا الكلمة الثانية مصفوفة الحرف فأ هنا أتى مرتين هذه هي المرة الأولى هذا الشكل وهذه هي المرة الثانية في كل المرتين الحرف فأ يا حبتي لم يأتي في الأول لم يأتي هنا في أول حرف ولم يأتي آخر حرف إذن لاحظوا يا حبتي الحرف فأ هنا في هاتين الكلمتين أتى في أثناء الكلمة طيب ماذا تلاحظون هنا في الحرف فأ في هذين الشكلين الذين أمامكم في كلمة مصفوفة أحسنتم بارك الله فيكم هناك اختلاف بين الشكلين كل الحرفين فأ في مصفوفة فأ وفأ الأخرى أتوا في أثناء الكلمة ولكن الشكل الأول اختلف عن الشكل الثاني دعونا نرسمه هنا لوحده لكي نميز الفرق لاحظوا هنا يا حبتي هذا هو الشكل الأول كتب بهذا الشكل لاحظوا دائرة الحرف ملاصقة للسطر تماماً الشكل الثاني أحسنتم كأنه الشكل الذي أتى في أول الكلمة دائرة الحرف مرتفع عن السطر لاحظوا يا حبتي لو رسمنا خطاً هنا لاحظوا بارك الله فيكم لو رسمنا خطاً بهذا الشكل لعرفنا وميزنا الفرق بين شكل الحرف في أثناء الكلمة الشكل الأول والحرف في أثناء الكلمة في الشكل الثاني حسناً لاحظوا بارك الله فيكم في الشكل الأول أن الدائرة ملاصقة تماماً للسطر صحيح أم لا؟ نعم ملاصقة تماماً أما في الشكل الثاني بارك الله فيكم فالحرف ف دائرة الحرف أعلى السطر لاحظوا السطر أين؟ أعلى السطر لماذا برأيكم؟ لماذا أتى لدينا هنا ولحظنا شكي مختلفين للفاء؟ أحسنتم اتصال الحرف ف بما قبله يجعله ملازم ومستقر للسطر وملاسق للسطر دائرة الحرف التي تميزه الحرف ف يتميز بالدائرة فهذه الدائرة تكون ملاسقة للسطر متى؟ عندما يتصل بحرفين قبلة هذه هي دائرة الحرف إذا اتصلت بحرفين قبلة تكون ملاسقة للسطر تماماً أما إذا كانت لوحدها فإنها ترتفع قليلاً عن السطر لاحظوا بارك الله فيكم مرة أخرى لاحظوا كلمة مصفوفة هنا حرف ف اتصل بحرف الذي قبله فدائرة الحرف ملاسقة للسطر تماماً أما هنا يا حبتي لأن حرف الفاء أتى بعد حرف الواء وحرف الواء لا يتصب لحروف التي تأتي بعده فإنه أتى مرتفعاً عن السطر أتى دائرته كأنه كتب في أول الكلمة وهذا هو الأصل وكما تعرفنا أن حرف الفاء وكل الحروف الأخرى لها شكلان شكل في أول الكلمة وأثنائها وشكل في آخر الكلمة سوى أن شكل حرف الفاء هنا في أثناء الكلمة عندما يكون متصناً بما قبله فإن دائرته تكون ملاصقة للسطر تماماً حسناً ننتقل إلى الكلمة الثالثة كلمة الرف في الحرف فأين أتى؟ أحسنتم أتى في آخرها لاحظوا شكل الحرف كيف كتب؟ أحسنتم كتب بهذا الشكل دائرة الحرف مرتفعة قليلاً عن السطر ثم امتدات للحرف ثم نقطة الحرف لو رسمنا خطاً هنا بارك الله فيكم لعرفنا وميزنا ذلك أن دائرة الحرف ارتفعت عن السطر لاحظوا دائرة الحرف ولاحظوا السطر حسناً هذا هو شكل حرف فأ في آخر الكلمة ننتقل للكلمة التي بعدها كلمة النافذة حرف الفأ أتى في أثناء الكلمة نيشبه الشكل الذي في أول الكلمة لأنه لم يتصل بالحرف الذي قبله الكلمة الأخيرة كلمة نظيف حرف الفأ يا حبتي أتى في آخر الكلمة ولأنه اتصل بالحرف الذي قبله حرف المد ماذا حدث له فإن دائرة الحرف لازمت السطر تماماً فكتبت بهذا الشكل لاحظوا دائرة الحرف ملاصقة للسطر ثم رسمنا بقية الحرف فأ إذن يا حبتي كم لاحظنا هنا كم شكل ظهر لنا حتى الآن لحرف الفأ واحد في أول الكلمة إثنان في أثناء الكلمة متصل بما قبله ثلاثة في أثناء الكلمة منفصل عما قبله أربعة في آخر الكلمة منفصل عما قبله خمسة في آخر الكلمة متصلاً بما قبله أحبة أتبارك الله فيكم أن نبه على شيء مهم جداً أن اللغة العربية حروفها مرتبطة فالأصل الاتصال إلا أن هناك حروف لا تتصل بالحروف التي تأتي بعدها إطلاقاً حرف الأ لا يتصل بالحرف الذي يأتي بعدها كذلك حرف الراء حرف الواء كذلك أخو الراء له وهو الزاء حرف الداء الذاء حرف الواء هذه الحروف يا حبتي لا تتصل بالحروف التي تأتي بعدها فلاحظنا يا حبتي أنها أتت حروف التي أتت بعدها أتت منفصلة عنها فرصي شكل حرف الفى وارتفاع الدائرة عن السطر نتوقف عند هذا القدر ونستقبل بشيء تلاله في الدرس القادم إلى مزيد من أصوات الحرف فى الفتحة الكسرة الضمة وكذلك الشدة شكرا لكم السلام عليكم